السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محمد محمد زكي أحد الأفراد الذين ساهموا في مشروع محمد عادل رائد المطاعم أو رائد أعمال المطاعم طبعا ساهمت بمبلغ كبير المبلغ دوت يعتبر حصيلة شجاة سنوات من العمل في الغربة في دول خليج تعرفت على محمد عادل من خلال الميديا من خلال وسائل التواصل الاجتماعي زي الفيسبوك وشفت برضو على قنوات إعلامية مصرية اللي هي النهار وصدى البلد والراجل دوت كان وعدنا بوعود كبيرة جدا وكان بيشتغل علينا إحنا كفئة عريضة من المغتربين اللي بيأملوا أنهم يلاقوا شيء كما ورد ريزيجس اسمروا فيه فلوس الغربة وشجاة وتعب السنين وكان بيوعدنا طبعا بأرباح إن شاء الله مضمونة تصل يعني إلى ستين في المية من بداية أول عام كان بيقول تقريبا يعني خمسة وعشرين في المية وتوصل إلى ستين في المية وطبعا خد مننا فلوس كثيرة أنا عن نفسي سهمت بمبلغ يعني تقريبا بيعت حوالي ثلاث سباك داب فيه خمسين جرام يعني بسهر اليوم ما يعادل سبعمائة ألف أو فوق سبعمائة ألف وخد مني مبلغ من المال وللأسف عدت أول سنة فبس ألس محمد إن شاء الله الأرباح كده زي ما اتفاجنا فجال لي معلشي أنا مش هكدر أدفع فلوس الوقتي أنا بتوسع وكده وممكن أديكو إيه مجموعة من الأسهم مجانية كبدل الأرباح وفعلا بعت لي ورقة ملحقة كده للعاجد إنني أداني عشرين سام كجزم الأرباح بعد كده الأيام التالية أو السنة التالية بنسأله فما ردش علينا ولا بيستجيب لي أي سؤال واختفى عنا خالص فجأة يعرفنا من الإخوة الزملاء إن محمد عادل تنصل من كل وعوده وقان عهوده معنا ويعني بيقول إنه هو طلع نصاب وخد فلوسنا بالملايين واختفى وادعى إن المشاريع فشلت وهو الأسف كان بيهمنا من خلال الميديان هو بيفتح مشاريع مطاعم وشركة علامة تجارية ومطعم مركزي لوزارة الداخلية وفي سموحة اسكندرية وفي وسط الباد وفي العجاد كلها كنا بنشوفها من خلال وسائل التواصل الاجتماع على الفيسبوك فكنا مأمنين فيه لكن للأسف خان العهد والوعد وطلع نصاب ولم يبالي لأي شيء من دعوات الناس أو جهود الناس أو مكالمات الناس أو رجوات الناس للأسف ضرب بكل دعارة الحائط وخان العهد واستحل المال وحسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل والإخوة الزملاء ولدي الحلال عملوا تجمع وروحنا نيابة الأموال العامة في التجمع الخامس نيابة الاقتصادية وعملنا محضر وللأسف برضو لسه متجابوه فاحنا بنحاول يعني نسير على خيط من خيط اللي ادلنا يعني فدي آخر خيط دوت من أخوة الزملاء الله يبركلهم وتعرفوا على السيدة المحمية وده احنا ماشيين في الجانب الإعلامي حتى تاريخه اليوم خمسة تلاتة الفين أربعة وعشرين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة